وحول منتخبين أيضا عقد في مدينة البصرة العراقية الاجتماع التنسيقي لمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج الخامس والعشرين برئاسة رئيس لجنة المسابقات والاتحاد الخليجي لكرة القدم دكتور حميد شيباني وحضور عضو اتحاد كرة القدم عبدالهاب الزرقة وأقر الاجتماع الذي حضره مدير منتخبنا الوطني جمال الخوربي والمنسق الإعلامي العزي العصامي أن يرتدي منتخبنا الوطني الأول زيه الرسمي بالقميص الأحمر وشورة الأبيض ولون الجوارب السود وحارس المرمى باللون الأصور وذلك أمام المنتخب السعودي الذي سيرتدي قميصه الرسمي باللون الأخضر كاملا فيما يرتدي حارس المرمى قميصه باللون الأزرق كاملا وتقام المباراة ساعة 9 و 45 دقيقة مساء الجمعة في ساد جذع النخلة بالبصرة